أعلنت الخارجية الروسية اليوم وفاة فيتالي تشوركين من دوب روسيا الدام لدى الأمم المتحدة في نيويورك وعبرت الخارجية الروسية عن تعزيها لأسرة الفقيد الذي توفي قبل إتمام عامه الخامس والستين ومنذ أبريل الفين وستة عينا ممثلا دائما لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى مثلس الأمن الدولي والسمر في منصبه هذا حتى وفاته يذكر أن الدبلوماسية الروسية الراحل ولد في الحادي والعشرين من عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين في موسكو وتخرج في سبع نيات القرن الماضي من جامعة العلاقة الدولية في الاتحاد السوفيتي